هل تعتقدوا إذا أنا أتناول الأفوكادو يزيد وزني أم بحافظ على وزني أم بينزل وزني؟ إذا أنا أريد أن أخبرك أنه مهتم بالموضوع وقارئ عنه أنه لا تطلع الدراسات أنه تقول لك لا مغذي جداً وأن الفاتل فيه يعني ليس ضارر أبداً أنه تؤدي إلى زيادة أو حفاظ أو نزول بالوزن؟ آه لا أريد حزيرة.. ما اسمه؟ يعني؟ حسب لا نزول أكيد على حسب لا تصدميني وتقول لي نزول تمام أنا أقول على حسب حفاظ حفاظ وعلى حسب كيف يعني على حسب؟ يعني كيف تسمعه؟ كيف تأكله؟ لا هي أزل وأكلته لحاله لحاله لحاله؟ لا ممكن أنه.. يعني أشعر أنه ينصح ينصح دراسات جديدة تقول أن استخدامنا للدهون الصحية ممكن يساعد في تنزيل الوزن أكثر من الحفاظ أو زيادة في الوزن شوفي الأفوكادو هو عبارة عن.. تعرفي أن الأفوكادو صنف لفصيلة البريز بريز البريز يعتبر من أكثر الفصائل بالفاكهة ذات قيمة غذائية عالية من ناحية مضادات الأكسدة ومن ناحية قدرتها على تنظيم مستويات السكر فراولة أو توت كلية البري فواكه الحمرة هذا يساعد بشكل كبير أولاً تنظيم مستويات السكر بالدم نسبة عالية جداً 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 من مضادات الأكسدة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم إذا من نحكي عن الأفوكادو بشكل أخص فهو أولاً مليء بالدهون صحيح ولكن هذه الدهون تعتبر الدهون الصحية 42% من الأفوكادو هو دهون غير مشبعة أحادية أحادية التسلسل شكراً هذه الدهون الغير مشبعة أحادية التسلسل تحفز الجسم على استخدام الدهون المتراكمة فيه كيف؟ أنا أكل هذه الأفوكادو جسمي شعر أولاً بالامتلاء من كمية الدهون العالية ثانياً امتص نسب عالية جداً من الدهون الغير مشبعة الأحادية التسلسل هذه الدهون تحفز الجسم أنه أنت بأمان عندي دهون عالي استخدم الدهون اللي عندك حافظ على العضل فيه عندك دهون بلش استخدام الدهون فبصير الجسم يستخدم الدهون كمصدر للطاقة شريطة أنه طبعاً يكون فيه عندي حركة لأنه أنا بدي مصدر له حتى أقدر أصرف الطاقة اللي أنا عم بأكلها مصدر بمعنى إيش أصدك؟ يعني حركة رياضة نشاط بدني ممكن شغلي بيتطلب وقفلها ساعات طويلة فبالتالي فهذا الإشي بيؤدي إلى حرق بالسعرات الحرارية فتناولنا لنسبة عالية من زيت الزيتون الأفوكادو أي من الأغذية التي تحتوي على دهون أحادية التسلسل يحفز الجسم على حرق الدهون وخسارة الوزن تافيراند أنا دائماً كان عندي هذا التساؤل أن كل خبراء التغذية أو معظمهم كانوا زمان يحكوا أنه معلقة زيت زيتون واحدة على كل السلطة مثلاً أنه يفضل هيك طب إحنا أجدادنا كانوا يحطوا كميات هائلة من زيت الزيتون بالأكل يعني بالتغميس مثلاً أنا لحد الآن صحني اللبنة بحب يكون أكلات مبنية طبعاً أكلات مبنية أو الحموس فدائماً كان عندي هذا الاعتقاد ما معنى أجدادنا؟ غير إنهم حركة ومش حركة وكانوا يتحركوا كثير أكيد يعني يتعبوا أكثر ولكن شو السبب إنهم ما كان هاي الأشياء تعملهم مشاكل صحية؟ شوفي عادةً بغض النظر عن وجود عامل الحركة زيت الزيتون بخصائصه باحتواءه على دهون الأحادية أحادية التسلسل هاي الدهون نفسه يساعد على رفع مستويات الكوليسترول الجيد وخفض مستويات الكوليسترول السيء قليل الأغذية اللي بتقدر تعمل هذا البالنس ما بين إنها ترفع الكوليسترول الجيد وتنزل السيء عادةً إحنا بنزل السيء ولكن نادراً منلاقي أغذية بترفع الجيد ومن ضمن هاي الأغذية الأفوكادو، زيت الزيتون، سمك السالمون أي أسماك بتعطيني زيت السمك مثل سمك القد بيعطيني نسب عالية جداً للزيت السمك التونة كمان على فكرة جيدة جداً وخصوصاً إذا كانت مخزنة بالزيت أكثر من الماء لأنها بتحفظ على قيمة غذائية أعلى من احتواءها على الأوميغا 3 فبشكل عام كل ما نحن بناخد هاي الأغذية أكثر ديما هاي الأغذية بتساعد على رفع الكوليسترول الجيد وخفض مستويات الكوليسترول السيء اللي بتعود بالفائدة على الجسم أنا من الأشخاص اللي باخد يومياً معلق الطعام زيت زيتون على معدة فارغة طب أفوكادو أفوكادو بصراحة ثلاث إلى أربع مرات بالأسبوع بفوته ضمن نظامي الغذائي كل هاي الأغذية بتحفز الجسم على خفض مستويات الكوليسترول الجيد بترفع الكوليسترول السيء وبترفع الجيد تانياً الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالمفاصل إذا أخذوا يومياً معلقة زيت زيتون على معدة فاضية من خلال شهر رح نبدأ نشوف فرق ملحوظ عن جد رح يبدأ يقل الالتهاب عندي بالجسم تليين أكبر للمفاصل والغضاريف اللي بتكون موجودة عندي كمان الأشخاص اللي عندها مشاكل بالالتهابات المتعددة الغير معروف شو سببها في أشخاص عندهم دائماً عامل الالتهاب بجسمهم عالي سيري أكتف بروتين بقولك أنا دائماً بحس بأوجاع بمفاصلي بس عن جد ما بعرف شو السبب هون مرات بيكون مؤشر الالتهاب عندي عالي بدون مسبب رئيسي أو بيكون بسبب التهابات المفاصل الدائمة هذا الشيء ارتفاعه والارتفاع الدائم لمؤشر الالتهاب للأسف مع الوقت بيؤدي إلى تآكل الخلايا الصحية فاستخدام الزيوت الصحية مثل الأفوكادا وزيت الزيتون بخفض من مستويات المؤشر الالتهاب الله معلوم ما سمت يعني هيك بتغيير مفهوم الواحد للطريق الهذاء لأنه لفترة سمعتني أنه والله زيت الزيتون على الريق لا والله ما بزبط أو مش صح رائع بس بسبب رائع بس لك والله الدكتور بتعرف ما قرأت معلومة يعني لا أعرف أكيد أنتم في مجال شغلكم أن التغذية أو المفهوم الصحة والنصاحة تغيير فيها دراسات على طريق الهذاء طبعا فأقول لك أكثر غير الادكشن أو الإدمان ثاني أكثر تغييرات في الدراسات تغذية تجذب الانتباه بغض النظر عن المحتوى لإلها ممكن تتقرأ اخسر سبعة كيلو في غضون ثلاثة أيام صحيح لما تفتح عليه لا تشوف ولا شيء يأتي عن سبعة كيلو في ثلاثة أيام صح وفي ناس تأخذ العنوان بس كمان بالضبط هون بتيجي بيجي بقول لك دكتورة أنا قرأت على الإنترنت بقدر أخسر سبعة كيلو في ثلاثة أيام بس ما قرأنا المحتوى وتانيا مين بيمول الدراسات اللي بتنعمل على تربية هذا ملعب دور رئيسي من يمول هذه الدراسات راندي أعطيك العافية شكرا لها المعلومات القيمة